تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتني بلينكين لبحث الترتيبات الخاصة بمؤتمر كاب 27 وخلال الاتصال أكد شكري اتخاذ مصر كافة الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة في المؤتمر من جانب الوفود الرسمية وممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ فيما أكد بلينكين حرص بلاده على المشاركة في المؤتمر والعمل المشترك مع مصر من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه هذا وتناول الاتصال بين الوزيرين تطورات الأوضاع في ليبيا حيث أعرب بلينكين عن تقدير واشنطن للجهود التي تمدلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنباتقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما تترق الحديث إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حيث أكد شكر أهمية الحفاظ على التهديئة في الأراضي الفلسطينية وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطينية وتكتيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام